موضوع الحلقة هي آية ذكرها يحنى المعمدان كان يعمد الناس في نهر الأردن ووجه أنظار الناس إلى يسوع بهذا القول هو ذا حمل الله فإذا ممكن يعني تعطينا بس فكرة عن سياق الحديث ومفهوم حمل الله حتى انخوض في الموضوع طيب أنا لاحظت وحضرتك بتقرأ لأول مرة أن هم كان بيوجه يحنى المعمدان كلامه لتلاميذه وتلاميذه ناس متدينين من الشعب القديم منتظرين المسية وبيعمدهم مع مضية الطوبة لمغفرة الخطايا وقال لهم الملك جاي والملك حيملك على خطاة تائبين فهو بيتكلم ناس عندهم خلفية من العهد القديم ومنتظرين المسية اللي جاي فأول مقال في أول يوم هو ذا حمل الله الذي يرفق خطيط العالم وده كان بيوجه النظر إلى العمل اللي حيعمله هذا الشخص المعني وتاني يوم قال هو ذا حمل الله كان بيوجه الأنظر لشخصه مش لعمله التلاميذ ما سألهش يعني إيه حمل الله يعني تقصد بإيه حمل الله يعني إيه شخص بتشاور عليه وتقول هو ذا حمل الله ما سألهش يبقى هم عارفين ماذا يعنيه حمل الله إذن الفكرة الخلفية العبرية معروفة إذن ده فكر قديم فكر كتابي وفكر كتابي يعني إذا كان في خروج 22 ده من قبل كده كمان لكن خلينا في تكوين 22 لما الأب خد ابنه وحيقدمه على جبل المرية وبعدين صاروا الأب والابن إبراهيم وسحاء لمدة تلات أيام تلات أيام وفي اليوم التالت أبصر الموضع معين من بعيد فترك الغلامين وقال لهم هنصعد أنا والغلام نسجد ونرجع نسجد ونرجع وبعدين ابنه سأله قال له يا أبي قال له هانا زي ابني قال له قدي النار وقدي الحطب فين الخروف فين أين الخروف للمحرقة يبقى إذا كان معروف أن الأمر يحتاج خروف حمل فالأب رد إجابة روعة قال له يا ابني يا ابني الله يرى لنفسه بروفايدهم سالف الخروف لنفسه هو بقى معرفش هو حيلاقيه لنفسه ولما طلوا على الجبل وتحطت سحاء على المسبح أكاد إيدي الأب انتدت حتتبح هو دبح فعلا يعني لما أترفع إيدي ستطلبه ودبح لكن رب قال له بس يا ابراهيم بس ليه قال له أمل بتعمل فيها كده أنا بتخيل المنظر ده بتخيل الأب وطبع عملت فيها كده ليه يا رب أنا بقال لي ثلاث يام ابني مدبوح في نظري قال له أصلنا يا ابراهيم بتخيل أنا كنت بمثل قدام عيني بشوف صورة لابني لما حييجي ويتقدم على الصليب طب ما تسيبني أكمل قال له ابنك ما ينفعش يا ابراهيم ابننا اللي حينفع بس دي صورة وحواليك صورة كمان كابشون ممسك في الغابة بقرنيه يفدي سحاء يفدي سحاء وإسحاء ينزل والصورة كاملة بتتكلم عن شخص يأتي يتحط على مسبح يفدي يغير فإذا الفكر قليم